بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد بعد أن تحدثنا عن أرقان عقد الشركة وذكرنا أن أرقان عقد الشركة أرقان موضوعية عامة وأرقان موضوعية خاصة وأرقان شكلية وعلمنا أنه إذا فقد رقم من الأرقان ترتب على ذلك البطلان فعنوان الوحدة السابعة هو بطلان الشركة وآثاره فنريد وداية أن نتحدث عن ما معنى البطلان وأنواع البطلان وحالات البطلان فمعنى البطلان هو الإنعدام الإنعدام كأن شيئا لم يكن فلا نستطيع أن نرتب على الشيء الباطل أو الشيء المنعدم أي آثار وأنواع البطلان نوعا إما أن يكون بطلان مطلق وإما أن يكون بطلان نسبي البطلان المطلق هو البطلان الذي يكون لكل زي مصلحة سواء كان الشركاء أو الغير الحق في التمسك به وتقضي به المحكمة من طلقاء نفسها ولا تصححه الإجازة ولا يسري عليه التقاضم أما البطلان النسبي أو الإبطال هو البطلان الذي لا يجوز التمسك به إلا لمن قرره لمصلحة ولا يجوز للمحكمة أن تقضي به من طلقاء نفسها وتصححه الإجازة الصريحة أو الضمنية بناء على ذلك بعد أن ذكرنا أنواع البطلان وعلمنا أنه إما أن يكون بطلان مطلق وإما أن يكون بطلان نسبي نريد أن نحدد حالات البطلان المطلق وحالات البطلان النسبي فيتحقق البطلان المطلق في حالة إنعدام رضا أو أهلية أحد الشرقاء اتنين في حالة عدم مشروعية محل الشركة أو سببها تلاتة في حالة تخلف رقن من الأركان الخاصة لعقد الشركة كعدم تعدد الشركاء أو عدم تقديم الحصص أو انتفاء نية المشاركة أما حالات البطلان النسبي فيتحقق إذا شاب رضا أحد الشركاء عيب من عيوب الرضا كالغلط أو التدليس أو الإقراه أو الاستغلال أو إذا كان أحد الشرقاء ناقص الأهلية وقت التعاقد أما أصر البطلان المطلق فإنه لا يجوز تصحيحه فإذا كانت هناك حالة من حالات البطلان المطلق فلا يجوز تصحيح هذا البطلان فلنا نتصور المثال التالي إذا كانت هناك شركة غير مشروعة المحل أو السبب بأن نشأت شركة للإتقار في المخدرات فهل يمكن أو هل يتصور عاقل أننا يمكن أن نأتي بعد ذلك ونقول أن هذه الشركة يمكن تصحيحها طبعا لا يمكن أن يتصور ذلك كذلك إذا كان هناك شخص منعد من الرضا ليس لديه أي رضاء للدخول في عقد الشركة هل يمكن أن يأتي بعد ذلك ونقول أنه يمكن أن يصحح مثل هذه الشركة لا يمكن طبعا أما بالنسبة لآثار البطلان النسبي فهذا البطلان يمكن أن تلحقه الإجازة فإذا كان الشخص وقت التوقيع على العقد قاصر لكنه فوق سن السابع من عمره ثم جاء بعد بلغه سن الرجد وأراد أن يستمر أو يصحح العقد القابل للإبطال الذي وقعه أثناء ما كان قاصر في سن الخمسة عشر من عمره أو السابعة عشر من عمره فمثل هذا البطلان يمكن تصحيحه طبعا والإجازة اللاحقة تكون سارية من وقت توقيع العقد وليس من وقت صدور التصحيح